أهلا بكم إلى هذه النشرة ونبدأها بالعناوين سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يؤكد سعي دولة قطر ودول أخرى لوقف التصعيد بين إيران والولايات المتحدة في الاقتصاد برصة قطر في أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهرين تزامنا مع سريال العمل بتجزئة الأسهم وفي الرياضة انتخاب سعادة شيخ سعود بن علي الثاني النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية رئيسا للاتحاد الأسيوي لكرة السلة لدورة جديدة أهلا بكم بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدة ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قاسم جومارتو كايف بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية كازاخستان متمنيا له التوفيق وللشعب الكازاخستاني الصديق دوام التقدم والازدهار وبعث حضرته صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدة ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس الجمهورية البرتغالية بمناسبة ذكر اليوم الوطني لبلاده بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد الثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قاسم جومارتو كايف بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية كازاخستان وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد الثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس الجمهورية البرتغالية وذلك بمناسبة ذكر اليوم الوطني لبلاده وبعث معل الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى دولة سيد أنتونيو كوستا رئيس وزراء الجمهورية البرتغالية وذلك بمناسبة ذكر اليوم الوطني لبلاده قال سعدة الشيخ محمد بن عبدالرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في تصريحات للصحفيين في لندن قال إن دولة قطر ودولا أخرى تعمل على حث كل من إيران والولايات المتحدة من أجل وقف التصعيد بين البلدين دعيا كلا الجانبين لاجتماع وإيجاد حل وسط وأعرب سعدته عن اعتقادها أنه عند مرحلة ما يجب أن يكون هناك تواصل بين الجانبين فلا يمكن أن يستمر الوضع كذلك إلى الأبد وأضاف سعدته بما أنهم غير مستعدين لدخول في مزيد من التصعيد فإنه يجب عليهم التواصل لأفكار من شأنها أن تفتح الأبواب وأكد سعدة الشيخ محمد بن عبدالرحمن الثاني أن هناك دولا عديدة من بينها قطر وعمان والعراق واليابان تحث على وقف التصعيد بين الطرفين وتابع سعدته أن كل هذه الدول تشعر بالقلق إذا ما يمكن أن يؤدي إليه التصعيد وقد كانت هناك محاولات من قبل قطر ودول أخرى في المنطقة لتهديئة الوضع ووقف التصعيد ونحن نجري محادثات مع الولايات المتحدة وكذلك مع الإيرانيين وأردف سعادته أن ما نحاول القيام به فعليا هو سد الفجوة وإقامة محادثات بين الطرفين لأن التصعيد لن يكون مفيدا لأي أحد في البنطقة أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إختارا رقابيا أعلنت فيه فرض مزيد من القيود على بنك أبو ظبي الأول الفرع المسجل في مركز قطر للمال وهو شركة مصرح لها بمزاولة الأنشطة المنظمة في المركز ومنعه من قبول ومزاولة أي أعمال جديدة أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حاليا واتخذت الهيئة قرارها نظرا لاستمرار البنك بعدم الالتزام بمعايير الملاءمة والأهلية التي تطلبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظمة في مركز قطر للمال وأضفت الهيئة أن بنك أبو ظبي الأول لم يمتثل إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية وتجارية بالمركز في مايو الماضي والتي ألزمته بالتقدم بإقرار رسمي يفيد بقيامه بحفظ المستندات المرتبطة بالتحقيق الرقبي الجاري حاليا والمتصل بالاشتباه باحتمالية تلاعب الريال القطري أزدل الستار على أنشطة مهرجان عيد الفطر الذي نظمته لجنة الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص في كل من سوق واقف وسوق الوكر على مدى خمسة أيام واجتذبت الأنشطة في كلا السوقين آلاف الزوار من المواطنين والمقيمين والسياح ونوها سيدة محمد السالم مدير إدارة سوق واقف إلى أن الإقبال الجماهرية فاق التوقعات وهو ما يشجع للمضي في تقديم مزيد من الأنشطة والمهرجانات في مثل هذه المناسبات إقبال جماهري فاق التوقعات وآلف من الحضور جذبتهم الفعاليات المختلفة التي تضمنها مهرجان عيد الفطر المبارك في كل من سوق واقف وسوق الوكرة تنوع في الفعاليات ومراعاة للفئة العمريات المختلفة كان أهم ما ميز برنامج المهرجان لهذا العام والذي أقيم ضمن أجواء التراث والبساطة التي يتمتع بها السوقان والتي تشكل وحدها عامل جذب هام لرواد المكان فضلا عن مراعاة ظروف التقس وإقامة الفعاليات داخل خيام مكيفة وهو ما عزز من جذبيتها للعائلات من مواطنين ومقيمين وبالإضافة إلى ساحة الأحمد بسوق واقف التي ضمت العروض المسرحية والفعاليات الترفيهية الرئيسية شكل مركز سوق واقف للفنون بدوره مركز جذب الجمهور بفعالياته المختلفة التي استقطبت الصغار والكبار كما شكلت الواجهة البحرية لسوق الوكرة خلفية رائعة لمختلف الفعاليات التي ضمت أعدادا متزايدة من زوار السوق خاصة مع افتتاح شركة سكاك الحديد القطرية الريل التشغيل التجربية للقسم الأول من الخط الأحمر التابع لمتر الدوحة وهو ما سهم بشكل كبير في انسيابية الحركة وتوفد أعداد كبيرة على الوكرة تزامنا مع فعاليات المهرجان تتواصل بالمدينة الترفيهية فعاليات صيف قطر وسط إقبال متزايد من العائلات والأطفال وتجمع المدينة خيارات متعددة تشمل ألعاب الأطفال والمحلات التجارية ونحو 45 مطعما خصصة 75% منها لرواد الأعمال القطريين انتهت احتفالات العيد لكن الفعاليات والأفراحة مستمرة هنا بالمدينة الترفيهية التي تبقى وجهة عائلية تقصدها الأسر بأبنائها للاستمتاع بخيارات متنوعة من الألعاب تتجاوز زمنين لعبة ما يجعل الأطفال يقضون أوقات ممتعة وهم يتجولون بين الألعاب أنا جاienna من الكويت وجهت من مدينة ترفيهية ومشاء الله فيها الألعاب حلوة واستنست واللي ما جاء حياه الخلا يجي فعاليات حلوة آجيت من مدينة ترفيهية لأنها حلوة فيها فعاليات وويدة حيشان ونصعية الغالية الي جايين من الكويت ولكنها فيها فعاليات وويدة مدينة تربية متوافرة كل شيء الحمد لله فيها الألعاب فيها مطاعم كل أنواع التي تريدها موجودة وفضلا عن رعبها المتنوعة والموجهة بالأساس للصغار تجد العائلات والزوار داخل المدينة الترفيهية مطاعم ومقاهي يقضون فيها بعض الوقت في انتظار الصغار أولاد مستمتعين المطاعم موجودة الأسواق موجودة من كل الأشكال والدولة ما قصرت وباقي بس نحمد الله ونشكره على هذه النعمة التي نحن فيها للفة انتباهي السنة هذه أن هناك تنوع في المدينة الترفيهية سواء على مستوى العاب الأطفال أو على مستوى المطاعم الموجودة وأيضا على مستوى المحلات والمتاجر الموجودة فتعمل نوع من الخيارات المتعددة للعائلة توفر المدينة الترفيهية كذلك نحو مئة محل تجاري تعرض أمام الزوار والسياح سلعا متنوعة تلقى رواجا كبيرا من رواد مهرجان الصيف قطر الذين ازداد عددهم هذا العام حسب العارضين هذه المرة الثانية نشارك في مهرجان قطر في الصيف ما شاء الله فيه إقبال السنة وايد عن السنة الماضية فيه إقبال تقريبا من جميع الوافدين المقيمين هنا ما شاء الله فيه من السياحة فالحين مسم سياحة هنا في قطر وفيه ما شاء الله إقبال وايد إقبال كبير على فعاليات المدينة الترفيهية إذ بلغ عدد زوارها 12 ألف زائر خلال الأيام الأربعة الأولى من عطلة عيد الفطر ما يؤكد زيادة المعتبرة لعدد زوار هذا العام خاصة أن الفعاليات ما تزال مستمرة حتى الثالثة عشر من الشهر القادم والآن إلى الجولة الاقتصادية مع عبدالله الأمرخي اتفضل عبدالله شكرا لك نبين وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى جولتنا الاقتصادية توقع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي تحقيق فائض في الحساب الجاري للدولة قطر يبلغ أربعة وستة عشر في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري وذلك تماشيا مع أسعار النفط المتوقعة ونمو الوالدات بواترة أبطأ من نمو إجمالي الناتج المحلي مع استمرار عملية الضبط المالي في قطر يرجح تقرير النقد الدولي فائضا في الحساب الجاري بأربعة وستة عشر في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال هذا العام منوها إلى أن تقييد الإنفاق والتأثير المتأخر لارتفاع أسعار النفط على الإرادات سيؤديان لاحقا إلى زيادة التحصن في مركز المالية العامة وتحقيقها فائضا على المدى المتوسط بحوالي ثلاثة في المئة بعد أن بلغ ثلاثة أعشار في المئة العام 2018 نظرا لاستقرار أسعار الهيدروكربونات بشكل عام واستمرار السيطرة على النفقات وأكد النقد الدولي أن أوضاع القطاع المصري في القطر سليمة مع تعافي ودائه غير المقيمين والتمويل من البنوك الأجنبية الذين ساعدا على زيادة القروض المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص إذ أصدرت قطر مؤخرا سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار أمريكي وتم تغطية الاكتتاب أكثر من أربع مرات مما يعكس ارتفاع جودة الأصول وقوة الرسملة وحفظت البنوك القطرية على ربحيتها المرتفعة حيث بلغ عائد الأصول واحدا وستة أعشار في المئة كما حفظت على انخفاض القروض المتعثرة التي بلغت نسبتها واحدا وسبعة أعشار في المئة وعلى مخصصات معقولة وأضف النقد الدولي أن البنوك تتمتع بمستوى مريح من السيولة إذ تبلغ نسبة الأصول السائلة تسعة وعشرين وسبعة أعشار في المئة وعالميا أوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن الخطر الأساسي الذي يهدد إطار الاقتصادية العالمية يتمثل في انخفاض أسعار الهيدروكربونات على مستوها المتوقع مع تصاعد التوترات التجارية والجغرافية والسياسية وتأثيرها على ثقة المستثمرين استعرضت شركة قاطر للإداء المركزي للأوراق المالية أبرز أنشطتها في مايو الماضي وشملت العديد من الإجراءات تمثل معظمها في حفظي وقيدي وإدارتي وامتلاكي ومقاصتي وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحولات مثل التحولات العائلية والإرثية كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد بدأت برصة قطر تجزئة أسهم كل من بينك الخليج التجاري وشركة قطر وعمان الاستثمار وشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ومن المقرر أن تطبق عملية تجزئة لأسهم شركات الثلاث خلال عملية التداول اعتبارا من يوم غدنا الثلاثاء من جهة أخرى بدأت تداول على أسهم بنكي قطر الأول والتجاري بعد تجزئة القيمة الإسمية لهما وقد شهدت عملية تجزئة الأسهم تغيير عدد أسهم بنكي قطر الأول إلى ملياري سهم بسعر إغلاق عند 42 درهما وتسعة عشر الدرهم كما بلغ عدد أسهم البنك التجاري بعد التجزئة أربعة مليارات وسبعة وأربعين مليونا ومائتين وثلاثة وخمسين ألفا وسبعمائة وخمسين سهما بسعر إغلاق معدل بقيمة أربعة ريالات وأربع وسبعين درهما من جهة أخرى أنها مؤشر برصة قطر ثانية جلسات الأسبوع على ارتفاع بأكثر من 2% وذلك بدعم من صعود كافة القطاعات وفي مقدمتها البنوك والتأمين وقد سجل المؤشر العام عشرة ألاف وخمسمائة وثلاثة نقاط وتجاوزت قيم التداول حاجز الأربعمائة وستة وسبعين مليون ريال كما زادت أحجام التداول عن واحد وثلاثين مليون سهم نفذت من خلال أكثر من عشرة ألاف صفقة سيطر اللون الأخضر على أداء معظم الأسهم وعلى أداء كافة القطاعات مع نهاية جلسة اليوم ليعزز من مكاسب المؤشر بأكثر من 2% في هذه الجلسة التي حملت معها واحدة من أفضل إغلاقات المؤشر في مدة تتراوح بحوالي الأربعة أشهر وتحديدا منذ الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضي عشرة ألاف وخمسمائة وثلاث نقاط وستة عشر نقطة كانت نقطة الإغلاق التي شاهدناها هذا اليوم وصنشاط واضح في حركة التداولات بالمقارنة مع الجلسة الماضية لأن الارتفاع في أحجام التداول لتتجاوز الـ 31 مليون سهم وقيم التداولات بأكثر من 476 مليون ريال مع عدد من الصفقة تجاوز العشرة ألاف ومائتي صفقة كافة القطاعات باللون الأخضر الأقل ارتفاع عن القطاع العقاري بـ 11 نقطة يليه الاتصالات بـ 1.4% وـ 11 نقطة المئوية للبضائع والخدمات الاستهلاكية وقريبا منها مكاسب قطاع التأمين الذي حل في المرتبة الرابعة الأكثر ارتفاع عن اليوم قطاع النقل 1.5 نقطة المئوية الصناعة 2.3% والبنوك والخدمات المالية في الصدارة بـ 2.16 نقطة الأكثر نشاطا على صعيد الكميات المتداولة بنقاتل الأول 17.5 مليون سهم الزان القابدة 3.6 مليون سهم التجاري 1.350 مليون سهم ومسعيد في المرتبة الرابعة بأكثر من مليون سهم مكاسب الجلسة والتي طالت 38 شركة أبرزها كانت للطبية 9.18 نقطة العامة للتأمين 7.16% الاسمنت 4.14 نقطة وكيو أمبي ضمن أبرز المرتفعين بما كاسب اقتربت من 4% تراجعات الجلسة أبرزها لسهم السينما 9.14% 1.19 نقطة لبنقطر الأول الخليج التكافلي 1.17% والخليج المخازن ضمن أبرز المترجعين وبنسبة فقط 1.14 نقطة المئوية طرحت وزارة الصحة العامة منقصة لتوريد وتسليم أجهزة لاستخدامها في التفتيش على سلامة الأغذية هذا وحدثت الوزارة الأحد المقبل موعدا نهائيا لإقفال المناقصة ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة ضمن خططها الاستراتيجية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين حيث تقوم الأجهزة بقياس درجات حرارة المواد الغذائية والتجهيزات التي تحفظ فيها وذلك للتؤكد من نظافة المساحات والأسطح وصلاحية زيوت القلي المستعملة بدأ مطار حمد الدولي توفير مواقف قصيرة الأمد للسيارات لثلاث ساعات مجانا من الساعة الحادية عشر ليل وحتى الثانية صباحا ودع المطار عبر حسابه الرسمي على تويتر دع المسافرين إلى استخدام المواقف لضمان تجربة سفر مريحة وسلسة وللحفاظ على الأمن وسلامة المرورية ولتفادي الازدحام عند منطقة القادمين وتجنب أي تأخير خاصة عند ساعات الذروة يذكر أن هناك مواقف سيارات قصيرة الأمد على جانبي مبنى المسافرين وهي مواقف مغطاة ومؤمنة مع سهولة الوصول إلى مبنى عبر ممرات خاصة نهاية الجولة الاقتصادية وعبد الآن إلى نيفين لاستكمال بقية النشر إليك نيفين شكرا عبد الله نشرتنا مستمرة وفيها بعض عرض الأحوال الجوية منتخبنا الوطني لكورة اليد الشاطئية يستعد لخوض منافسات البطولة الآسيوية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونبقى مع أحوال الطقس حيث توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى مساء اليوم حرا جدا نهارا مع غبار خفيف على بعض مناطق الساحل تشهد البلاد خلال هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا لدرجات الحرارة مما يستوجب توخي الحيط والحذر للتخفيف من تأثير هذا الارتفاع عبر اتباع عدد من النصائح العامة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال فترة الظهيرة الاكثار من تناول المياه والمشروبات الباردة وتجنب المشروبات الغازية وتلك المحتوية على الكافيين الحرص على عدم الانتقال المفاجئ من الأجواء الحارة إلى الأجواء الباردة المكيفة لما تسببه من شعور بالأعياء والزكام ارتداء الملابس الخفيفة والفطفاضة وذات الألوان الفاتحة وفي ظل هذا الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة سيبدأ تطبيق قرار التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ابتداء من الأسبوع المقبل بتحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف وينص القرار على أن تحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل ويقضي القرار بحظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا في حين يبدأ العمل بالفترة المسائية اعتبارا من الساعة الثالثة وذلك بهدف الحفاظ على سلامة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لهم في أخبار الرياضة جدد الاتحاد الأسيوي لكرة السلة ثيقته في سعدة الشيخ سعود بن علي الثاني النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية رئيسا للاتحاد الأسيوي للعبة للفترة ما بين عامي 2019 و2023 بعد فوزه بالتزكية وبذلك سيستمر سعدة الشيخ سعود بن علي الثاني في رئاسة الاتحاد لدورة جديدة بعد إعادة انتخابه خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري لكرة السلة الذي عقد في مدينة بنغالور الهندية تشهد أعمال البناء في مختلف استادات مونديال قطر 2022 تقدما كبيرا وملحوظا على مستوى الجداول الزمني المعتمدة لتظهر اللمسات القطرية على تصاميمها الخارجية وذلك تجسيدا للتراث القطري والعربي وقد اكتمل العمل في الهيكل الفولدي لسقف استاد البيت بمدينة الخور كما تم الانتهاء من عملية مد العشب وأعمال تركيب واجهة الاستاد التي تشبه نسيج بيوت الشعر والخيام المستخدمة في صحراء قطر منذ زمن طويل وحتى يومنا هذا أما المناطق المحيطة بالاستاد فقد اكتست معظمها الأبسطة العشبية الخضراء المحاطة بالأشجار إلى جانب المسطحات المائية والبحيرات استقبلت لجنة رياضة المرأة القطرية لاعبة المنتخب البرازيلي جيسيكا دوفالي وذلك بحضور عدد من لاعبات كرة القدم في قطر وقدمت اللاعبة البرازيلية تجربتها في لاعب كرة القدم وكيف تجاوزت التحديات للوصول إلى مرحلة العالمية مشيرة إلى أهمية ممارسة الرياضة لدى المرأة من أجل تحقيق طموحاتها وقد شاركت اللاعبات البرازيلية في حصة تدريبية ومباراة ودية جمعت لاعبات المنتخب النسوي ولاعبات من أكاديمية السد مما مثل فرصة للاحتكاك واكتساب المهارات يتوجه منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية إلى الصين لخوض منافسات البطولة الآسيوية السابعة المقامة في مدينة وهاي بالصين من الخامس عشر إلى الثاني والعشرين من يونيو الجاري والمؤهلة إلى بطولة العالم الفين وعشرين في إيطاليا ودورة الألعاب الشاطئية في أمريكا هذا ويبدأ منتخبنا مشواره في البطولة القارية بمواجهة نظيره الفلبيني في يوم الافتتاح السبت القادم ثم يلتقي منتخب إندوليسيا ويلعب مباراته الثالثة مع أفغانستان ويخوض مباراته الرابعة مع الصين على أن يختتم مباريات الدور التمهدي بملاقات منتخب في أتنام مشاهدين وفي ختام هذه النشرة تذكير بأهم العنوين سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يؤكد سعي دولة قطر ودول أخرى لوقف التصعيد بين إيران والولايات المتحدة في الاقتصاد بورصة قطر في أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهرين تزامنا مع سريان العمل بتجزئة الأسهم وكان في الرياضة انتخاب سعادة الشيخ سعود بن علي الثاني النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمفية القطرية رئيسا للاتحاد الأسيوي لكرة السلة لدورة جديدة يمكنكم متابعة البث الحياة تلفزيون قطر على موقع يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة